جدد رئيس المجلس السياسي العلاف في صنعام هد المشاط تأكيد على أن عمليات اليمن مستمرة طالما استمر العدوان والحصار في غزة وأكد في خطاب جديد الحرص على تحقيق السلام العادل والمشرف داعيا من وصفهم بقيادة العدوان في الجانب الآخر إلى إيقاف العدوان والإقدام بنوايا صادقة إلى تحقيق السلام المشهود ورفع الحصار وتلبية استحقاقات السلام وحضر المشاط من مغبة ما وصف بالحسابات الخاطئة ومراهنة البعض على احتمالات بقاء اليمن في حالة لا سلم ولا حرب مؤكدا أن صبر الشعب اليمني لن يطول وسيطر الانتزاع حقوقه بالقوة المشروعة